في بحثك عن الحقيقة كل محطة بحكاية الدروب سجلات للكثير من همسك وصخبك فتبحث عن النور في زمن الظلمة فتتلو آيات من سورة الجمعة فتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة تسجد فيكون ميلاد الخلاص وزمن التمكين بضع سنوات وتنعى بضع سنوات ثم تنسى وما كان لله يبقى لذا تسمع قصص الغابرين فتشحن رصيدك ويعلو إيمانك وتقول هكذا كانوا وبقي الأثر قال الشافعي التواضع من أخلاق الكرام والتكبر من شيء من لئام التواضع يورث المحبة والقناعة تورث الراحة وقال الإمام الأوزعي إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا وإن المنافق يتكلم كثيرا ويعمل قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام عليكم السلام عليكم على نبي عليه الصلاة والسلام كان في مرة المرات ونبي عليه الصلاة والسلام موجود في المدينة منورة يركب على حمار وكان خلفه أسامة بن زين وكان في طريقه بعد صلاة العصر ليزور سعد بن عبادة وكان سيد من سادات ذلك المكان ثم لما نظهر إليهم وجد في الطريق مجموعة من الناس موجودين هؤلاء الناس كان منهم المسلمين ومنهم اليهود متناقض وتحدث فيما بينهم لما ماشى النبي عليه الصلاة والسلام من جنبهم كان فيه غبار لحمار النبي عليه الصلاة والسلام كان من الموجودين شخص منافق اللي هو عبد الله بن أبي ابن سلول فبدل ما أنه يرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام بدل ما أنه هذا الرجل يعني يتكلم بكلام لائق قال يا رجل لقد أزعجني ريح حمارك يعني أعطى كلمة غير لائقة وكلمة مش 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 منطقية تنحكى لواء شخص زي النبي عليه الصلاة والسلام من الموجودين الناس من الخزرج قالوا والله لا حمار رسول الله أطيب ريح منك وتعارك القوم فيما بينهم وصل إلى أن يعني ضرب بعضهم بالحصى وبالعصي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني شخص بحكي كلمة أخي برد عليه صار بينهم مشكلة ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يعني يعني على تهدئة هذا الوضع ذهب إلى سعد بن عبادة وأخبره بما حصل وقال له أنه ذلك الرجل قد قال كذا وكذا بكل رقي أخلاقه وبكل احترام وتقدير لسيد الخزرج فسيد الخزرج اعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام بصورة لبقى بأنه يعني ذلك رجل عبد الله بن أبي بن سلول كان ينتظر التنصيبه حتى يصبح هو سيد الخزرج من قبل قومه من قبل الناس كليات ومجدين في المدينة إلا أنه لما ظهرت الرسالة المحمدية وأسلموا الناس وآمنوا الناس يعني سحب البصاط من تحت قدمه وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف بيشدنا وبيحكينا بأنه أولاً كانت ناس تجلس مع اليهود وكان الناس تجلس مع كل شخص بخالفها في دينها لأجل ذلك ديننا يا جماعة الخير هو دين محبي ويقام وديننا نستطيع من خلاله أن ننشر كل رسائلنا الجميلة والحسنة والرائعة وآجل ذلك علاقة المحبة والاحترام أن تكون هي السائدة بين البشر جميعاً كيف إذا كان إذا كانت الرسالة هي رسالة محمدية خالصة هي رسالة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأذى ويزعل على عدم إيمانهم وكان يقول عليه الصلاة وكان يعني حتى ربع من أنزل القرآن الكريم في هذه المسألة فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هل يعني يا محمد لا تزعل على هؤلاء القوم عليك إلا البلاغ بالنهائي هيك حال لسان المؤمن يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أوج الصراع كان يخشى حتى مرت جنازة ليهودي لما رأى نبي عليه الصلاة والسلام حزن لما سئل يعني نسمي في باله يهودي وميت وعلى جهنم لما رأى حزن النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك قال نفس فتتني إلى جهنم كان ينتظر منها الإسلام وينتظر منها باعتبر هذه خسارة لأنه بمعنى الكلمة هو أتى مفتاحا للقلوم داعي إلى الله سبحانه وفي علاه هذه رسالة الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام طيب النقطة الثانية بالمحل آخر من هذه القصة شوف كيف كل إنسان بضع نفسه وبيتخذ القرار اللي بدي يكون موجود فيه يستطيع أن تأخذ قرار سلبي أو قرار إيجابي الكلمة الصادرة من ثمك إما أن تقتل من هو أمامك وإما أن ترفع من شأن من هو أمامك عشان هيك لا تستخفوا بالكلمات خلي لسانك دائما رطب بذكر الله خلي لسانك إيجابي فيه من الناس اللي ما بتنظر إلا إلى الأغصان اللي ما عليها أي ورق أشجار وفيه من الناس اللي تنظر إلى أوراق الشجر وبالعكس تفتخر فيها فيه من الناس اللي تنظر إلى النصف الممترء من الكأس وفيه من الناس اللي تنظر إلى النصف السيء ونصف الفارغ من الكأس في من الناس اللي نظفها دائما نظر عدائية لكل شيء ليش مش عارف أنا بتلاقيت زعلان من المدرسة من الجامعة من الشغل من كل ما كان يكون وجود فيه بيكون علاقته مع الآخرين علاقة ندية وعلاقة مش طبيعية طيب ليش يا عمي وفي من الناس بالعكس علاقته مع الجميع علاقة تسود المحبة والإحترام والتقدير طيب نفس الأمر الآن لم يجي نحكي إحنا عن الكلمة التي تصل من الإنسان ذلك المنافق عبد الله بن أبي بن سرول منافق أولا ثانيا كان يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام ومش بس هيك برمي الكلام السيء طيب بالمقابل خرجت منه هذه الكلمة قل أب الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون خرجت منه هذه الكلمة طيب وبعدين هل معنى ذلك أنه إحنا نقيم الدنيا ولا نقيم أجل كلمة تعرضنا إلها حتى يا جماعة الخير حتى أنت شخصيا إذا وصلت إلى درجة الملائكية ستبقى الشياطين تكرهك لا تظن بأنك سوف تسعد الناس جميعا الشطارة الآن كيف تتعامل أنت مع هذه الأحداث كيف تتعامل معها حتى هيك بيحكي لك الشارع الشارع ضحكت فقالوا ألا تحتشم طيب بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدى ما كتم صمت فقالوا كرير اللسان نطقت فقالوا كثير الكلم جمنت فقالوا صنيع الجبان ولو كان مقتدرا لن تقم يقولون شذ إذا قلت لا وإمعة إذا وافقتهم فأيقنت أني مهما أريد رضا الناس لا بد من أن أذام لأجل ذلك هيك هي المعادلة وهيك هي الحياة إذن تخرج كريمة من أي إنسان ثم بعد ذلك كيف نتعامل إحنا مع هذه الكلمة نبي تعامل معها بكل صد الرحب ما أقام ديني ولا أقعدها بالعكس صارت مشكلة وسائل إلى حل هذه المشكلة عليه الصلاة والسلام هذا أمر يا كرام بيجعلنا بأننا نفكر كمان مرة إذا كان وضع بهذه الصورة إذن إيش مطلوب منه أن نعمل القضية البعدها النبي عليه الصلاة والسلام تلطف وكان حكيم في موقفه ورح يديد سيد الخزرش وحكاره اللي صار بكل صد الرحب حتى يكون سيد لهذا القوم وعنده الخلفية الأساسية ومش بس هيك عنده كل التفاصيل كل التفاصيل هذا الأمر بيطيك مؤشر بأنه الإنسان دائما إذا الكلمة الطيبة يستطيع أن ينثرها في كل مكان فليفعل وليصنع وبالمقابل الكلمة السيئة يحاسب عليها وربعين بيحكي لنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرة يرى إذن قرارك هو الوحيد اللي أنت مسؤول عنه ومحاسب عنه وهو اللي رب العالمين سيسألك عنه قرارك بلسانك قرارك باعتقادك قرارك بطريقة تفكيرك تستطيع أن تصل إلى أعلى الليين تستطيع أن تحقق وأن تنجز وأن تكون إليك أهداف وخطط وبالمقابل قرارك يمكن أي إنسان يستطيع بأي كلمة أنه يمتحنك أو أنه يحول مسيرك أو أنه يصدع منك إنسان فاشل لذلك لا تنتظروا إطراء من أحد بالعكس لما تقدم الخير لما تقدم الخير احرص على تقديم الخير للناس جميعا ومش بس هيك حط في بالك قول الله سبحانه وتعالى لا نسألكم جزاء ولا شكورة المحصلة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا صلى الله عز وجل ونجعلنا من هؤلاء يا رب تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة